في الحلقة السابقة من هذه الحلقات المتواليات تكلمنا عن بدايات التدوين عموماً في اللغات المختلفة وتمهيداً لله نتكلم عنه النهاردة اللي هو التدوين العربي ويمكن في سياق الحلقة الماضية ذكرت أن اللغة العربية هي آخر اللغات القديمة ظهوراً حتى حد شاف الحلفة بيقول لي طب وماذا عن الفرنسية والألمانية دي لغات ظهرت بعد اللغة العربية أي في الحقيقة ظهرت من منظومة اللغات اللاتينية إنما لو نكلم عن اللغات القديمة بنقصد الأرمية والسوريانية والفارسية واليونانية الأديمة وهي بالمناسبة اليونانية بالذات تختلف تماماً عن اليونانية الحالية يعني في النطق وفي تركيب الجملة زي بالظبط لما بنتكلم عن اللغة المصرية القديمة اللي بعض الناس الطيبين يعني بيسموها اللغة الإبطية وحتى بعض المسيحيين حسني أنية في مصر بيتدولوا في المنازل يعني اشتياقاً أو حنيناً أو اللي بيسموه النستالجيا للزمن المسيحي فبيتكلموا اللغة اللي هم متصورين إنها اللغة القبطية وربطينها بالدين ده مش حقيقي طبعاً لأنه هذه اللغة المصرية الأديمة مكتوبة بالحروف اليونانية بس هذا كل ما في الأمر إنما لا توجد لغة اسمها اللغة القبطية